على الرغم من مرور نحو شهر على زلزال التركية المدمر في السادس من فبراير الماضي إلا أن تداعياته ما زالت قائمة لسيما بمدينة اسكندرون التركية حيث دخلت مياه البحر إلى الشوارع فماذا يحدث في اسكندرون؟ أكادت وسائل إعلام تركية أن مستوى سطح البحر في منطقة اسكندرون ارتفع وغمرت المياه الطرق وتم إجلاء السكان والعمال وأثار ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط قلقا شديدا لدى السكان من أن طارق شوارع مدينة اسكندرون التابعة لولاية هاطاي في جنوب تركيا بالمياه وذلك بعد حدوث هزة أرضية وقعت في ساعة متقدمة من ليل الأحد الاثنين بقوة أربع درجات ونصف في المدينة وارتفع مستوى المياه في شوارع المدينة إلى مستوى خمسين سمت مترا وهو ما جدد القلق من حدوث السنام في المنطقة التي ضربها الزلزلان المدمران في السادس من فبراير الماضي وتسبب في ارتفاع مستوى المياه إلى إغراق الكثير من قوارب الصيد وإلحاق أضرار بمأوى الصيادين وأكد بيان لرئاسة بلدية اسكندرون أن ارتفاع مستوى المياه لا علاقة له بالهزة الأرضية التي وقعت ليل الأحد في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة وأن الفيضان جاء من الجهة الجنوبية الغربية نتيجة لعاصفة شديدة وأضاف البيان أنه لا يوجد موقف سلبي وأن عمليات الفحص التي يقومون بها مستمرة في جميع أنحاء المنطقة وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت وقوع هزة أرضية بقوة أربع درجات ونصف على مقياس رختر في خليج اسكندرون على عمق أكثر من خمسة كيلو مترات تحت سطح البحر المتوسط ولم تسفر عن أضرار مادية أو بشرية وأشرت الإدارة في بيان إلى أن هذه الهزة جاءت ضمن الألاف من الهزات الارتدادية المتفاوتة الشدة والتي شهدتها الولايات الجنوبية والشرقية في تركيا عقب زلزالي السادس من فبراير الماضي والتي تجاوز عددها 13 ألفان وتعدها طي من أكثر الولايات التي تضررت بزلزالي السادس من فبراير المدمرين كما شهدت زلزالين عنيفين في العشرين من الشهر ذاته بقوة ست درجات فاصل أربعة وخمس درجات فاصل ثمانية وبعد الزلزال المدمر في السادس من فبراير الماضي نقلت وكالة الأناظول الرسمية عن مسؤولين في المدينة قولهم إن مياه البحر تقدمت نحو 200 متر من الساحل إلى القسم الداخلي في منطقة تشاي ما تسبب في ازدحام مروري في ظل صعوبة تقدم السيارات لكن المياه لم تصل إلى المنازل الأكثر قرباً من الساحل وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن أن مياه البحر تجاوزت المحال الموجود على الخط الساحلي وصولاً إلى شوارع وطرقات وأسفل مبان واضطرت السلطات إلى إخلاء بعضها من السكان قشية تعرضها لأضرار وأجبرت مصارف ومتاجر موجودة فيها على إغلاق أبوابها وأصيب المواطنون داخل المدينة بدهشة كبيرة بعد ملء الشوارع الساحلية بالمياه ما أعاق عمليات الإنقاذ والإغاثة حيث ارتفع مستوى المياه بكميات قليلة بشكل مستمر بدلاً من أن ينحسر في اتجاه البحر ما يشير إلى أن هذا الأمر ليس حالة مؤقتة رفقت الزلزال علماً أن سلطات المدينة طالبت المواطنين بالابتعاد عن المنازل المنهارة والخط الساحلي كي لا تشكل خطراً على أرواحهم وعلق بروفيسور الهندسة الجيولوجية في جامعة إسطنبول التقنية الحكومية شكري أرسوي على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه قائلاً ارتفاع منسوب المياه لا يرتبط بحصول موجات مد تسونامي في البحر بسبب سلسلة الزلازل بل يحتمل أن ينتج من تقدم اليابسة على الساحل باتجاه البحر علماً أنه رصد ارتفاعاً في كميات رمال البحر في بعض المناطق ويؤكد أن تقدم اليابسة في اتجاه البحر أدى إلى غمر هذه الأجزاء بالمياه وتبللها ما أدى إلى خروج المياه وتقدمها ومن المؤكد أن هذا الأمر ليس بسبب حصول موجات التسونامي التي ترتبط بحصول زلزال داخل البحر وهو ما لم يحدث ويتابع قائلاً أن الاهتزازات في البر قد تكون أدت إلى حصول حالة هيلان في التربة باتجاه أسفل البحر وهو الاحتمال الثاني لحصول ارتفاع مستوى مياه البحر